السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة من فان تاكتين حلقتنا اليوم حنتكلم فيها عن الخسارة المزلة جدا لمنتخبنا النساء ضد نظيره المصري كلنا زعلانين كلنا مستعين جدا من اول ظهور لكن حابة اتكلم انه حبيت انتظر شوية اشوف كل ردود الافعال الموجودة سوشيال ميديا اعلام اعلام بديل وحتى الاقلام اللي بتكتب نشوف كل ناس شايته وين وفي النهاية الواحد ايجي يقوله اتنظره في الموضوع ده تحديدا اول حاجة من حقك انت من حقنا كلنا كشعب انه دايما نفتخر باي منتخب يمثلنا والفخر هنا بيجي من الانجاز اللي بيقدم ليك يعني من حقك انت كمتابع يكون في منتخب بيقدم ليك افضل النتائج على مستوى كل المنافسات في كل الفئات الخاصة بالمنتخبات الوطنية طالما عندك اتحاد انت اديته كل الحقية انه يتصرف في كل شخص بكرة القدمة السودانية من تطوير من حتى متابعة من تجهيز من حيات كثيرة جدا فاتأكيد من حقك انا بتفق معاك انه من حقك تفرح من حقك انه المنتخب المصري النجيري الجنوب الفريغي البرازيلي ما يتفوق عليك بالطريقة اليمكن بتمثل فرق شاسع ما بين المنتخب المصري والمنتخب السوداني ممكن تديك جدا فكرة عن شكل الاهتمام ما بين الدولتين في كل المناحي الرياضية وشكل الاهتمام كما بكرة القدم النسائية اللي انا ما عايز اتكلم في انها مفروض تبقى ولا لا فده سؤال ممكن جدا يكون الناس يعني بعده ممكن جدا الواحد ما يحترم كلامك خلونا نتكلم في حاجة مهمة جدا خاصة بالمباراة وخاصة بكرة القدم النسائية السودانية اللي هي ممكن جدا نحن اخذ المنتخب المصري والمنتخب السوداني كتأسيس انت كرتك السودانية النسائية حاليا مؤسسة بتكلم عن سنة ونص سنتين بالكثير اول دور يتعمل واحد من الناس كنت موجود في الاستاذ حابي اشوف شنول بيتقدم وشوف تحتفالية كبيرة جدا حضروها كل القادة الموجودين في البلد وكمان حضروها مع تمثيل دبلوماسي مميز جدا كان على في مقدماتهم كانت اعتقد السفارة الامريكية وكان في حضور مميز جدا وكرة القدم النسائية عملت ضربة البداية خلونا نتكلم في عمر سنتين ممكن ما يتعدي السنتين اصلا وتعالنا نتكلم في اعمار المنتخبات التانية اللي انت حتشارك معها اعتقد اننا نشارك ضد منتخب تونس في الايام الجاية ومنتخب لبنان قبل اتكلم عن ديل تعالوا اتكلم اصلا عن مباراة المنتخب المصري ونظيرة قال انت العبد طده المباراة انت عمرك سنتين هو عمره كم سنة المنتخب المصري عمره 22 سنة منتخب المصري اتأسس كرة القدم النسائية اول ضربة البداية لها كانت سنة 98 وانت مؤسس في 2019 فروقات كبيرة جدا في السنين فروقات كبيرة جدا في العقلية فروقات كبيرة جدا في الدعم شكل الدعم الاهتمام التجهيز ده حتى البطولة مقامة في مصر نحن لو عايزين استضيف كرة القدم النسائية حاليا حيطلعوا 500 الف صوت يتكلموا في انه نحن عندنا اصلا نقروش للكرة الرجالية عشان نصرفها عن النسائية على العقلية دي موجودة فبالتالي هم هناك عندهم كل شي يخلوهم يفوزوا عليك مش عشرة بس يفوزوا عليك بعشرين وتعال شوف اديك فكرة برضو عن المنتخب المصري في بداياته المنتخب المصري في بداياته لما نمثل في 98 اول سنة ليو ما كان اصلا عندهم دوري اتا عندك دوري اتا بدأت بدوري مش بدأت بمنتخب طواري يلعب على مستوى البطولات الافريقية وحتى العربية او حتى اي منافسة انت بدأت بدوري هم بدوا بمنتخب على طول الليل في نيجيريا اعتقد في بطولة ام افريقيا وخسر كل مبارياته اقل خسارة كانت اربعة من نيجيريا واعتقد من المغرب برضو وخسره خسره اعتقد ضد نيجيريا ستة صفر في اول مباراة دفي البطولة فانت هنا بتتكلم برضو عن انك لما تبدأ ولما تكون ما جاهز بتاخد النتائج الكبيرة الدور او المسئولية ده دور منه الناغص او المسئولية كانت علي منه دي حاجة بعد شوية عايز اذكرك انت كمتابع للكورة ممتعد جدا وزعلان من انه كيف النسوانت غلبا عشرة مفروض مكاننا المطبخ مفروض ما يلعبا اصلا بعيدا عن الافكار دي بعيدا عن الالعب اللي ولا ما يلعب اللي عيه تعال اذكرك انت كزول بتشجع الالل او بتشجع المريخ يعني اذكرك بالنتائج الكارة البطولات العربية ولا حسنا سنسكت اذكرك لي انت حارفة انت حارفة لانت تذكر من بديلت شارك على مستوى البطولات العربية نحن كنا بنسمع بالسبعة وبنسمع بالستة هي نفس النتائج مع انك انت مؤسس للاتحاد سواء كان سوداني او حتى اتحاد افريقي عفوا وكل اتحاد العربية انت مشارك فيها وكنت عنصر اساسي العنصر السوداني او الكادر السوداني كان مؤسس لمعظم الاتحادات الموجودة في العرب او حتى الاندية الموجودة تطورك كانوي لما انت تتغلب من الفين و جاي في نتائج كانت كبيرة على مستوى عالي جدا في البطولة العربية ستات وخمسات شفناها وسبعات كمان وما عايز اقول اسامي فانت كمان بين نفس الدعمة دعمتوا النادي ادعم منتخبك ياخي عشان خاطر الاسم ياخي عشان خاطر انهم عندهم مباريات تانية واطمنك انت لو منتظر انهم اكسبوا لبنان او اكسبوا تونس في المباريات الجاية انت برضو بتهزر لسبب اللي هو الكلام اللي قلت لك من شوي انه حوريك السبب منه مفروض منه دوره ناقص وممكن اللي حتكلم عنهم دل يكون عندهم مبرر اللي هي الاتحاد العام زي ما انت عايز تخلي منتخبنا السوداني اشارك في بطولة افريقية او العب ضد المغرب في التصفيات المؤهرة لكاس العالم عملت له معسكر وصار فينا عليه وتجيل بنفس الطريقة مفروض المنتخب النسائي مش يمشي لبطولة عربية يلعب اول مباراة له ضد منتخب مصري عمره اكتر من 22 سنة 22 سنة اكتر من 23 سنة فكان الاحراء انه يلعب مباراتين ثلاثة وديات معسكرات خارجية بطولات كده بسيطة خفيفة على المستوى الاقليمي حتى بعدها كان اجازت جبيه في بطولة بالمستوى ده ومعي بتمشي انا بقول لك مفروض تجهز عشان تظهر بشكل افضل وبالتأكيد اول مشاركة لك ما مطلوب انك انت تجيل لول ولا حتى تكسب منتخبات عريخة عارفين الفروقات الكبيرة جدا من كرة القدم النسائية وكرة القدم اللي هي الرجالية لكن كان الافضل انه معسكرك ما يكون داخلي بس كان يكون مفروض تكون فيه يعني منافسات يكون فيه اقل شيء مباريات ودية مع منتخبات تانية بالتأكيد افريقية وعربية عشان تقرأ تلتحم بشكل افضل مش تخدت البنات في مباراة ضد المنطقة بالمصري في افتتاح وبالتأكيد الوضعية هتكون زي ما انتو شفتوها ما عيب انك تخسر ما عيب انك تبدأ غلط ما عيب انك اصلا تجرب ما عيب انك اصلا تحاول بقدر الامكان حتى لو ظهرت بشكل سيء انك تحاول بقدر الامكان تعمل لنفسك يعني تكون تجربة من نسبالك وتلقى نفسك بادي في خطك وفي خطصيرك وماشي لك ادام كلنا مفروض ندعم منتخب السيدات لا للتنمر لا للهجوم وكمان احنا النتائج اللي بيجبنها في بطلطة العرب في النهاية حتمثل السودان وانت سوداني وفي النهاية لو انت عايزة تفشخر بمنتخب السيدات من اول مرة كانت فشخرت بيناديك زمال لما كان بخسر بالستة والسبعة عشان كده الناس تصبر وما تستعجل على اي تفاصيل خاصة بمنتخب السيدات ان لو ما دعمت اسكت كاعلامي او كزول حتى بتتكلم في الفيديو بشكل عام في اليوتيوب او في اي منصة لو ما دعمت دايما يعني اسكت اقلاه ممكن سكاتك يكون خير لانه زي ما قلت لكم قبل كده الوقت اللي بيكون في وطول اللي يتأخرت على حاجة اتأخرت عنك تتكلم مثلا في اختيارات في تجهيز في غيره يعني اول مرة اتكلم عن منتخب السيدات لكن ما جاي هاجم لكن في تكسير انا قبل كده ما اتكلمت عن تكسير اجي هاجم بتأكيد ما عند حب انا جاي ادعم وجاي ابيين ليك ان احنا عمرنا في البطولة دي او في كرة القدم بشكل عام النسائية عمرنا بسيط جدا يا ده منح لنا سنتين منتخبات عمارة اكتر من 23 سنة من الصعب تجي تجاريها ويتباريها وشاركت في منافسة اقليمية خلونا نكون منصفين دعمين لكل حاجة موجودة في البلد عندنا مبارا مع تونس مع لبنان ايا كانت النتائج حيستقبلوهم استقبال الابطال انتوا بديتوا اول اول خطوة في رحلة كرة القدم النسائية في السودان ونشوف شنو الاهتمام البيجي من الدولة اهتمام مفروض يكون متعاظم من كل الفئات الموجودة في البلد انت كمواطن وكمتابع عليك بالدعم لو في حاجة غلط قوله بالتأكيد لكن من غير تنمر من غير هجوم من غير شيء ينصى يظهر بانه سلبي خلونا نكون ايجابيين دعمين لكل حاجة خاصة بالسودان لان السودان دائما دائما هو الاهم انا شكر لكم كثير ان شاء الله دائما تعملوا الامين شكرا لكم